أعطي السيد الرئيس إلى إعلان دربان المتعلق بالمساواة وعدم التمييز تود مؤسسة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تعبير عن قلقهما بشأن السياسات التمييزية الجارية ضد السكان المجردين من الجنسية فعلى سبيل المثال يتعرض البيدون وهم سكان مجردون من الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي للتمييز المنهجي فإن فرص حصولهم على العمل والخدمات الطبية والامتيازات الاقتصادية محدودة إلا منقل معدومة وذلك بسبب استحالة توفير الوثائق القانونية الصالحة كأثبات الهوية ويواجه البيدون أيضا الإقصاء الشامل من خدمات الدولة الأساسية مما جعلهم يعيشون على هامش المجتمع إضافة إلى ذلك نود التعبيع عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة الوالدة على الاعتقال التعسفي وتعذيب البيدون في دول مجلس التعاون الخليجي ففي يوم 12 يناير عام 2016 أدانت محكمة الجنايات في الكويت 26 شخصا بتهمة تجسس لصالح إيران وكانت السلطات احتقلتهم في أغسطس عام 2015 بعد استولائها على مخبأ الأسلحة في مزرعة في منطقة العبدالي قرب الحدود الكويتية العراقية وكان بينهم العديد من البدون كما حكمت المحكمة على رجلين بالموت وواحد بالسجن المؤبد وتسعة عشر آخرين بالسجن بين خمسة إلى خمسة عشر عاما نفى المتهمون التهم موجه إليهم وزعموا تعرضهم للتعذيب للإدلاء بالاعترافات ولطالما قامت السلطات بإجراء الفحوصات الطبية السطحية عند اختفاء آثار التعذيب على أجساد المتهمين سيد الرئيس التعذيب لا مبرر له ولا يجوز قطعا قبول إدانات تستند إلى اعترافات تمت بالإكراه أو تحت التعذيب يستحق السكان المهمشونة كالبدون الحماية المتعلقة بحقوق الإنسان كغيرهم من الشعوب وبناء عليه أن ندعو جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد لعقاب التجرير من الجنسية بهدف تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأفراد في جميع أنحاء العالم وشكرا